السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب جيم للصف الثاني الثانوي هناخد النهاردة هناخد الجزء الاخير في الوحدة الجزء الخاص بكنجلير اللي هي المسرحية اللي عندنا وكمان المهارات وكمان التست بتاع الوحدة وهنقول السبب بتاع الحل وليكن النهاردة معايا هديتين زي ما ما عودكم والهدية الاولى المقال اللي اولاني اللي موجود في المهارات اللي هو خاص بالتعليم ازاي بيحل مشاكل المجتمع كمان المقال المترجم عشان اوفر عليك وقت الهدية التانية المقال التاني اللي موجود في التست اللي هو خاص بالالعاب الرياضية اللي هي تأثير كويس على صحة الانسان وكمان المقال مترجم المقالين دول الرابط بتاعهم هنلاقيه في الوصف اسفل الفيديو وكمان هسيب لكم الرابط بتاع الواتساب موجود على المنتدى بتاع القناة وكمان موجود في الوصف اسفل الفيديو لان احنا جهزنا الجروب والناس بدأت تشترك فعلا وكمان بدأنا ان شاء الله نرد على التساؤلات يلا بنا نبدأ مع أهم الكلمات عندنا النهاردة adult anger anger beat believe bring conversation conversation deed deceive deceive decision deserve exit fail fool forgive forgive handwriting hide income inheritance inheritance loyalty pocket pocket power power receive receive respect respect succeed succeed test test throw throw trust trust truth 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 أهم التعبيرات والإيديام والبروبزيشنز بقى تعبيرات الهمة والمصطلحات حرف الجرد feel better يشعر بتحسن have a plan لديه خطة angry with غاضب من cruel to قاس معا lie about يكذب بشأن ill health صحة معتلة يعني مريض my heart is broken قلبي محطم بيعبر عن شدة الحزن loyalty too إخلاص لي send away يرسل بعيدا stand with يقيم معا نحن لأسئلة باعة الجزء الخاص ب king clear number one it is a fact that some people such as criminals يعني دي حقيقة إن بعض الناس زي المجرمين express their نقط throw violence يعبروا عن من خلال العنف طبعا يعبرهم عن الغضب بتاعهم يبقى الحاجة تبقى anger number two my elder brother gets very angry أخويا طبعا الأكبر بيغضب جدا when I am at chess طبعا لما فوز عليه في شطرانج يبقى beat number three my father punished my younger brother for trying to not him about his exam results طبعا بابا عاقب أخويا الأصغر لما كان بيحاول يخدعه بالنسبة لأي نتاج الانتحان يبقى هنا deceive letter d تمام number four a good business person يعني الشخص اللي هو رجل الأعمال الجيد can quickly make an important ممكن بصرعة يتخذ ايه طبعا قرارات يبقى decision number five after standing five hours on his feet بعد موقف خمس ساعات على رجله the poor worker not a break طبعا العامل الفقير المفروض بقى يستحق انه يسرح شوي يبقى deserves letter b number six عصام is a nice boy عصام ده ولد ايه ولد لطيف ولد لطيف so his teacher usually عشان كده المدرس بتاعه عادة his occasional bad behavior طبعا هو دايما ايه هو المفروض انه هو كويس فالمدرس بيعمل مع ايه عادة بيسمحه على ايه بقى على السلوكيات بتاعته السيئة اللي هي بيقوله ايه بين حين وآخر لانه مش دايما سلوكياته سيئة number seven tourism is a major source of السياحة هي مصدر رئيسي of اللي ايه طبعا للدخ يبقى income for people in her gada and the south sinai طبعا ديها دخل اساسي بالنسبة للناس في الغرداء وجنوب سيناء number eight sami began his own business سامي بدأ العمل التجاري الخاص بي او شركته الخاصة with the he got from his grandfather طبعا عن طريق ايه التاركة طبعا او الورث اللي هو اخده من جده يبقى inheritance الميراث number nine in the past في الماضي all important people had to swear there to the queen of england في الماضي كان كل الناس المهمة طبعا كانوا بيكسوم على ولاءهم للملكة بتاعة انجلترا يبقى loyalty تمام number ten in japan في اليابان after the emperor dies بعد ما الامبراطور بيموت زانوات passes to his eldest son طبعا اكيد السلطة بتنتقل الى ابن الاكبر يبقى power number eleven the king decided to send his former minister الملك قرر يرسل رئيس الوزراء او الوزير السابق as he was very angry with him هو طبعا الملك غضبا من الوزير السابق فعمل في استبعده يبقى سنده مواعي تمام يبقى هنا اوائي يرسله بعيدا number twelve I believe that the young man won't not in his business as he doesn't have any previous experience بولك انا معتقد او مؤمن ان الرجل الشاب ده won't مش ينجح في العمل التجاري لانه طبعا بول ما عندوش اي خبرة سابقة يبقى هنا won't succeed لانه succeed بيجي بعدها حرف جر in تمام number thirteen I believe that my wife will do the right thing انا طبعا مؤمن ان زوجتي هتقوم بالشيء الصائب او الصحيح because I not her طبعا لاني ايه I trust her انا بسق فيها number fourteen we finally learned the shocking about our company's great loses انا في النهاية اتعلمنا او عرفنا يعني اللي ايه طبعا الحقيقة الصادمة الخاصة بخسائر الكبيرة بتاعت الشركة يبقى هنا truth number fifteen I would never no add to my parents about the exam results انا عمر ابدا مجزب على بابا وماما بالنسبة النتاج الامتحنات يبقى هنا lie to يكذب على ناخد كده الكتعة الاولانية الموجودة في you don't need to be an adult to help others ولك انت لا تحتاج ان تكون بالغ وكبير يعني في السن عشان ايه طبعا اضلت معناها بالغ عشان تساعد الاخرين مش رزا ان تبقى كبير عشان تساعد الناس يعني ممكن تبقى لسا صغير وتساعد الناس in november 2009 ساعة 2009 شهر when she was just بتبحث على القسم الرياضي اللي موجود في الجريدة يعني مسكة الجورنان مثلا وبتفر فيه كده عشان توصل للرياضة لمحت كده بعينها قصة خاصة بنت اسمها كريمة السيد لفت نظرها يعني كريمة السيد تم اجبرها انتشتغل ساعات طويلة في مصنع سجاد بتشتغل 14 ساعة a day في اليوم 7 days a week 7 ايام في الاسبوع من ساعة ما كان عندها 6 سنين and until she until she escaped حتى هرب يعني تخيلهم طفلة 6 سنين بتشغل 14 ساعة 7 ايام يعني ما فيش وقت خالص للراحة كان وظيفتها انها تقوم بايه لولو بتربط العقد الصغيرة في بعضها in the carb في السجاد المقال طبعا لما نهلة عرده صدمها كريمة سايد was the same age of نهلة دلوقتي كريمة سايد في نفس عمر نهلة 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 couldn't imagine what it was like to work all day seven days a week يعني نهلة مش قادرة تتخيل ازاي ان هي ممكن تشتغل طول اليوم سبعة يام في الأسبوع ولا يبقى عندها اي فرصة تروح مدرسة او تلعب حد شفتوا نهلة طبعا نهلة رح تقطع المقال من الجريدة وحطتها في الحقيقة بتاع الزهر الموضوع بتاع كريمة السيد ده مش قادر يخرج من مخوها ابدا ويا رقبل بتاع المدرسة طلعت المقال من شنطة بتاعتها ويتقرأه مرة ومرة بعد المدرسة رعت المكتب المحلية طبعا وبدأت تحصل على كل المعلومات اللي تقدر تقليعيها عن اللي هو العمل بتاع الأطفال اللي هو الاستغلال بتاع الأطفال The next morning الصباح التالي with the teacher's permission بعد ما خادت إذن المصطر بتاعها she told the class about كريمة قالت للفصل كله عن كريمة بدأت تقرأهم المقال يعني and about the thousands of children وعن ألاف الأطفال who were forced to work اللي بيتم يكبرهم أنهم يعملهم in plantations مصوط بها المزارع mines المناجم and factories والمصانع number one one of the following isn't true أحد الجملة التالية ليس صحيح طبعا letter b نهلة never had a chance to attend the school نهلة ليس لديها أي فرصة تروح المدرسة بقول نهلة مش كريمة يبقى جملة دي غلط فرصة نقالي كريمة number two this story shows that you not to help others القصة ديت معناها ايه طبعا you don't have to be old تبقى مطرد تبقى كبير عشان تساعد الآخرين number three the title of the passages افضل عن القطع يبقى ايه طبعا اعتقد ايه يبقى اللي تردي تمام اللي هو عملت الأطفال والتلعب بهم يعني number four the underlying word plantations means كلمة plantations معناها ايه طبعا معصود بها المزارع يبقى forms اكبر الأطفال على العمل في المزارع والمناجم زي مقلنا number five عرفت قصة الكريمة السيد لما ايه طبعا when she reads the newspaper لما قرأت الايه لما قرأت الجريدة تمام يبقى letter b number six what was shocking about كريمة السوري ايه اللي صدمنا بالنسبة القصة الكريمة طبعا اللي صدمنا ان هي she worked for long hours and had no education تشارة ساعة طويلة ومتتعلمش number seven طبعا قطعت المقل من الصفحة ليه طبعا عشان تقرأ مرات عديدة number eight كريمة كريمة لم تستطع انها تتحمل الظروف بتاعتها and عشان كده عملت ايه كريمة هربت من المصنع بعدها كان نحل الترجمة ارتفاعنا قبل كده لما اجي حل الترجمة اخلي بالي من بعض الحاجات لازم ناخد بالي منها ايه هي اول حاجة قلتلكم خلي بالي من المرادف والمضاد لان احيانا في بعض الكلمات مرادفها او المضاد بتاعها مشابه لها بقدر جبير جدا فبيلخبطن في بعض الحروف البسيطة كمان خلي بالي من الحروف المتشابهة مع بعضها في الكلمات او الكلمات جي دورنا دلوقتي مع الجزء الخاص بالترجمة قلتلك خلي بالك لما نجي خلي بالك من بعض النقاط المهم اوي في الترجمة الاختياري في حاجة اسمها الهومو فونز بيجيب لك كلمات متشابهة في النقطة مع بعضها لكنها مختلفة في المعنى زي مرتبطة قبل كده كلمة sun s u n وكلمة sun s o n sun يعني شمس اللي هي باليو واللي بلقوه معناها ابن فخلي بالك من كلمات اللي ازاي دي كمان في حاجة اسمها هومو جرافز ايه بقى الهومو جرافز دي الهومو جرافز بيجيب لك كلمة لا اكتر من معنى ويجيب لك الكلمة دي في سياق غير السياق المناسب لها فبالتالي يبقى المعنى غلط كمان خلي بالك من السينونيم والأنترم وخاصنا للأنترم لان احيانا بيجيب لك عكس الكلمة بيضيف له حرفة واثنين زي كلمة formal عكسها informal فبالي اخبطنا في النقطة دي الحاجة الرابعة ان نخلي بالك من grammar وخاصة الازمنة المعلوم والمجهود لان برضو بيسأل فيه والمفرد والجمع نبدأ مع اول حاجة عشان تحل اشتغل بنظام الاستبعاد هيسهل عليك الموضوع بقدر كبير جدا نشوف اول جملة كده في الماضي كان الناس يأكلون فقط الطعام المصنوع من المكونات المحلية والمتاحة مكونات محلية تمام والان يمكنهم تناولوا الطعام المصنوع في اجزاء كثيرة من العالم سبب نموة تجارة دولية تمام بقى ده اول واحد ده تعتقدين يا صح طب انا بقى اعمل علىها صح واسيب الباقي لا ده انا عايز اشوف الباقي غلط ليه لطربي في الماضي كان الناس يأكلون احيانا الطعام المصنوع احيانا سنة مصر بقول لك هنا فقط فبالتالي هنا كلمة احيانا ده غلط تمام يبقى ده اتغلط عشان نطلية نشوف الليه ترسيه في الماضي كان الناس يأكلون فقط الطعام المصنوع من المكانات المحلية والمتاحة والان يمكنهم تناولوا الطعام المصنوع في اجزاء كثيرة من العالم بسبب نمو الصناعة الدولية لا هنا بقى الصناعة غلط ومنفروض كان لليه ايه التجارة تمام الليه تردي هتلاقي نفس الجملة برضو وفخر الجملة يقول لك ايه يقول لك هنا المحلية والثرية المفروض للمحلية والمتاحة يبقى هنا بقول لك هاو يبقى لوكل ايه محلية ومتاحة يبقى كلمة الثرية غلط تمام ازن الاجابة الصحية بتاعت هتبقى ايه كده هتبقى ايه هي الاجابة الصحية عندنا تمام نشوف الجملة التانية نمبر تو لو الجملة طويلة عليك ممكن تقسمها اتنين عشان تسايل الموضوع نفسك مروضة تفرض معظم الحكومات قوانين صارمة لضمان سلامة الغذاء لشعوبها ومع ذلك يجب ان نكون جميعا مسؤولين عن اطاعة هذه القوانين بدقة في كل مكان برضو اعتقد الجملة دي صح نشوف برضو بي و سي و دي غلط ليه ليه تربيه هنا بيقول لي تفرض معظم الحكومات قوانين صارمة لضمان سلام الغذاء ده سلام دي عكس الحرب فهي هنا كلمة سلام دي هتبقى خطأ يبقى نعمل عليها اكس كده عشان ايه نستبعد تمام وكمان في السطر التانية من الجملة لك اطاعة هذه القوانين برقة لا ده مفروض بدقة شفتوا بقى الفرق ايه حرف بس اه يبقى دي هتكلم بريكا برضو غلط يبقى ليه تربيه مية في المية بره كده طب ليه ترسي تفرض معظم الحكومات قوانين صارمة اللي ضمان امانة الغذاء احنا قلنا مسلامة مش امانة شفت بقى ههي على نفس الوزن بتاع لو العربية امانة سلامة لا هي امانة غلط وحتى فساد تاني ولك ايه فساد تاني اطاعة هذه القوانين بكفاءة احنا قلنا بدقة مش بكفاءة يبقى بي و سي فيهم اتنين غلط مطلعين الجملتين دل برا اللي ترى دي تقود معظم الحكومات قوانين صارمة ده مش تقود ده بتفرض ازا تقود غلط تقود هنا يعني بت ايه بتحد الحركة بتاعتها يعني فدي غلط حتى كمان في السطر التاني ولك ايه ان نكون جميع يجب ان نكون جميع المسؤولين عن تمييز هزي القوانين لا ده اطاعة مش تمييز يا برضو هنا غلط ازا كده بعد اللي احنا قلنا ده كله اللي تر ايه هي الاجابة الصحيح ركز معي واحد واحد اول جملة اقول لك ايه تختلف تطلعات الاكل من بلد لاخر تطلعات ايه ده اقول لك هابت سعادات بالتالي كلمة التطلعات ديها تتبقى غلط برضو تمام يبقى اول واحدة فيها اول نقطة غلط فيها طب نقطة تانية لتر بي بعد كده الجملة دي كلها صح لتر بي تختلف عادات الاكل من بلد لاخر ويتوسع بعض الناس لا احنا هنا ايه يعني يتوسع لا هي يتميز يبقى كلمة يتوسع دي غلط لتر سي تختلف عادات الاكل من بلد الى اخر ويتميز بعض الناس لحد هنا صح بطعامهم والمغزي بينما يفض المغزي ولا صحي لا المغزي هو كده ترجمت كلمة انا كده ترجمت كلمة الى مغزي فتبقى غلط طبعا رغم ان المعنى بتاعهم والفايدة واحدة بس هنا غلط طيب كمان في سترة نقول لك ايه بينما كان صحيا ام لا يعني هو المفروض اصلا كان قال لي سواء كان صحيا او لا يبقى كلمة بينما دي غلط وحتى كمان في كمان رغم كونه صحيا ام لا دي برضو نفس المعنى غلط برضو اذا لجابة الصحة هتبقى ايه هتبقى كده نأكد عليها ونقرها برضو يقول لي هنا تختلف عادات الاكل من بلد الاخر ويتميز بعض الناس بطعامهم الصحي بينما يفضل البعض الاخر الطعام الشهي سواء لها كلمة كان صحيا ام لا يعد نقص الغذاء من اخطر المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر حتى الان الجمعة صحيح ويقول الخبراء ان ذلك يرجع الى التوزيع السليم للغذاء السنة مصر توزيع سلمية دي بولي إذا كلمة توزيع السليم دي غلط المفروض ده سوء في التوزيع اصلا فهنا اول واحد عندي الغلطة اللي فيها تبقى كلمة ايه التوزيع السليم طب ليه تربيه يعد نقص الغذاء من اخطر المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر ويقول الخبراء ان ذلك يرجع الى التوزيع الخاطئ هي مصبوطة للغذاء وليس نقص من اعتقد دي صح طب نشوف يعد نقص الغذاء من اسهل المشاكل في حاجة اسمه اسهل المشاكل يبقى اسهل دي غلط كمان في السطر التاني يقولك ايه ان ذلك يرجع الى التوزيع المتوازن للغذاء ده مش توزيع متوازن يبقى دي برضو غلط يبقى التوزيع المتوازن من دي غلط مفروض ايه سوء توزيع طب ليه تربيه هتلاقي فخر الجملة اقولك ايه ويقول الخبراء ان ذلك ينتج الى هو هنا بيقولك ديو تو معناها يرجع الى مش ينتج الى فدي غلط برضو اذا الاجابة الصحي بتاعتها تبقى نقص الغذاء من اخضر المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر ويقول الخبراء ان ذلك يرجع الى التوزيع الخاطئ للغذاء وليس نقص فيه تمام نمر 5 ركز واحدة واحدة با لتر ايه يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية الجيدة التخطيط الجيد والاهمية بالتقدم العلمي ومن ثم يجب على الحكومات التوسع في المؤسسات التلمية لا احنا هنا استثمار مش توسع فكلمة هنا توسع برضو هتبقى ايه هتبقى غلط فهنشطب على كلمة توسع لان كلمة لتر سي جايب لي برضو حكومات ويقولك تجديد شركات العلمية برضو غلط فرد ايه فرد يستثمر وفي الرابعة برضو يقولك ايه السيطرة على المؤسسات برضو غلط فرد يستثمر اذا اجابتها تبقى لتر طبعا لتر ايه الاجابة الصحة ناخد بعكده اختار الترجمة الانجليزية الصحيحة ايه التبع برضو نفس الطريقة واستبعد لجابة الخطأ نعمل ان تسهم جهود المنظمات الخيرية في مصر مثل جمعية رسالة وبنك الطعام المصري في تخفيف معاناة الناس والقضاء على الفقر في كل مكان لتر ايه طبعا لما تركز في جملة هتجد ان المعنى بتاحها صح 100% بس الغلطة هنا في الجرامر دي بعايزة واحد مركز قوي كلمة contribute to دي معاناها ايه؟ معاناها تسهم فيه تمام دي بيجوارها فير بلاسة انجين اذا كلمة relieve غلط شوف جابها لك في حتة لو ما انت شو اخبها لك منها يبقى غلط اجابتك وإليمينت برضو لان جاب قبلها and مفروض تبقى and eliminating تمام؟ طب لتر بي جاب لي نفس الجملة بس جاب لي في السطر التاني يقول لك ايه؟ في لتر بي يقول لك هنا في سطر الاخير ده هات ايوة enhancing دي غلط لان إنهانس معاناها تحسين مش القضاء على تمام؟ هتلاقي جاب لك برضو ايه؟ يقول لك contribute to relieving هزيق دي صاحي بقى اليمينت دي صح تمام؟ طب لتر دي هتلاقي في سطر الايه؟ لاب الاخير يقول لك ايه؟ make up to كلمة make up to معاناها يعود وأنا مش عاود هنا يقول لك هنا تساهم فيه مش تعاود فدي غلط إذن الإجابة الصحية بتاعتنا هتبقى طبعا كده هتبقى تمام؟ ناخد بعكاة الترجمة نومور سافن لم تمنع صعوبات التعلم بعض المشاهير من النجاح في حياتهم واستثمار قدراتهم ومواهبهم بل استطاعوا الوصول للنجاح بالمثابرة والعمل الجاد نشوف اقول حاجة كده learning difficulties didn't prevent some celebrities from succeeding in their lives and investing their abilities and talents rather they were able to reach success through preservation and hard work اللي مش واخد بالهم الكلمات هيقول لك دي صح لا دي مش صح ده غلط ليه مستر كلمة المثابرة معناها perseverance طبعا فيه تشابه كبير جدا يلتوكوا عليه من شوية طبعا دي غلط لان دي معناها حفظ لطربي learning difficulties didn't prevent prevent some celebrities from passing their lives لا ده مش باسنج هنا يا مستر ده النجاح في الحياة يبقى هنا succeed مش باس لان كلمة باس ما تيجي مع اجزام هنا number letter C learning difficulties didn't prevent some celebrities from succeeding in their lives and investing their abilities and talents rather they were able to arrive success يصل للنجاح هي المفروض تبقى ليتش success يصل للنجاح مش هنا arrive إذن letter D أكد هي الصح نأكد علىها برضو learning difficulties didn't prevent some celebrities from succeeding in their lives and investing their abilities and talents rather they were able to reach success through perseverance and hard work دي صح نية في المية يبقى أنا بستبعد لإجابات الخطأ بسهل علي الموضوع نشوف بعد كده number eight يحتفل المصريون مثل باقي شعوب العالم بالأعياد المختلفة التي يتميز كل منها بنوع معين من الطعام فاللحوم تقل في عيد الأطحى والحلويات المختلفة تقل في عيد الفطر وعيد الميلاد المجيد نشوف كده unlike the rest of the world منولها كده خلي بالك unlike غلق منولها في ناس سبعا ما تخلش بالها من الحاجات دي لا منولها خلي بالك تمام وكمان هنا أقول لك إيه كامل كده المفروض إنها يتميز كل منها بنوع معين من الطعام كلمة dominate يعني يسيطر مش يتميز إذن دي غلق يبقى كده letter ايه غلق طب letter B هجالك في السطر التاني يقول لك إيه is characterized دي صح ما فيش مشكلة by a private type of food هو قال لك هنا نوع معين مش نوع خاص يبقى كلمة private دي غلق في letter C أعتقد ما فيهاش حاجة قال لك هنا specific تمام وقاب لي هنا كمان يقول لك characterize أعتقد صح طب letter D unlike برضو منويلها غلق نوعنا like مش unlike وكمان يقول لك general type يعني نوع عام من الأطعمة طبعا دي غلط برضو فبالتالي الإجابة بتاعتنا هتبقى إيه هتبقى letter C تمام نمبر 9 رغم معارضة البعض لاستخدام الحيوانات في التجارب يعتمد الكثيرون أنه لو لم نستخدمها لما كان لدينا الكثير من الأدوية التي تنقص حياتنا خلي بالك لو لم نستخدمهم لو احنا ما استخدمناهاش ما كناش أنقصنا حياة الناس إذن احنا استخدمناها خلي بالك من الحالة بتاعت خلي بالك فينا إيه فينا بحاول أعمل إيه عكس اللي حصل تمام خلي بالك من النقطة دي عشان نحتاجها دلوقتي letter A ركز بقى دي الحالة الأولينية بتاعت تعبر عن احتمال حدوث الفعل دي بقولك لو لم نستخدمها إذن هنا دي غلط عشان كلمة إيه don't وكلمة الحالة الليقولة بتاع في الجملة التانية هيقولك هنا إيه جاب لك لحالة التالتة لأن في الحالة التالتة أنا بفترض شيء عكسه حصل فبالتالي بقولك لو لم نستخدمها لما كان لدينا الكثير من الأدوية إذن هنحن استخدمناها وعندنا أدوية كتير بتنقص حياة الناس دي بقى فعن الليتر بها لصح بس أنا عاوز إيه أنا عاوز أأكد على ودي غلط قبل معلم على دي تمام نشوف كده هنا في الحالة يقولك إيه الحالة التانية دي الحالة التانية بتعبر عن إيه عدم احتمال حدوث الفعل طبعا ما تنفعش هنا برضو طب الليتر دي هنا بيكلمش على الحالة الأولى والتانية والتالتة هو أجاب لك الحالة التالتة فعلا بس في هنا كلمة لو ما خدتش بالك تغلط فيه اللي هي إيه خبرات إذا نجبتنا الصحة تبقى إيه هتبقى فعنا الليتر بي زي منهم الأول تمام نمبر تين كلما زاد رضاء الموظفين عن وظائفهم زادت انتاجيتهم لذا يجب توفير بيئة العمل المناسبة له نشوف كده نشوف كده احنا خدنا كلما ديت في المقارنة أيوة فاكرين كلما انت قلت إيه مقارنة مش تفضيل إذن زي مستغلط شوف من أولها كده يبقى اللي واخد بالهم الجرامر هيعرف يطلح على طول دي غلط فرض زامور وظامور لتر بي زاموست نفس الكلام غلط برضو وكمان جايب لي في جملة تانية زاموست يعني اللي اتنين تفضيل مش مقارنة لتر سي زالس يبقى لك كلما زادة مش كلما قلة يبقى كلمة لس غلط ايه كمان بحطة يقول لك زاموست قلنا لا اسمها زامور إذن لتر دي هي اللي صح نقرأ ونأكد عليها تمامي بقى كده يقول لك زي التعليم بيساعد في حل مشاكل اجتماعية عديدة مشاكل في المجتمع عديدة يعني في مصر وزي ما قلت لك الهداية بتاعتنا هي مقال جاهز مكتوب بعد زي كمية المطلوبة منك متأسم مقدمة وموضوع وخاتمة كمان مترجم عشان اوفر عليك في الوقت المقال موجود في الوصف اسفل الفيديو الرابط راحي بقى موجود وكمان مع المقال بتاع المرة اللي فاتت لانه موجودش رسا نزلته ان شاء الله ادخل عالربي بتاعهم وحملهم بسهولة ان شاء الله وكمان هتلاقي طريقة التحميل بتاع المقال من على الموقع بتاعه جيد الوقت دورنا مع حل التس بتاع الوحدة جونت 2 نمبر 1 بقول هنا اخويا الاكبر ده من بيلتقي مع اصحابه بعد العمل كل يوم خميس يبقى هنا توجدر يبقى جيت توجدر يلتقي نمبر 2 الملابس ديت ليست مناسبة للتقسي الباردة مراضف كلمة سيتابول هاي بقى ايه؟ طبعا سيتابول مراضفة appropriate تمام؟ يعني مناسبة وملائم نمبر 3 Unestimated 200 people had attended the food not in the local park حوالي 200 شخص حضرهم الفود مقصود هنا فود festival اللي هو مهرجان الطعام اللي موجود في الحديقة اللي هي المحلة تمام نمبر 4 the surgeon ask the two nurses to not the patient for surgery عزولينا القراح يعني طلب من الاثنين الممرضات نمبر طبعا يجهزوا المريض عشان الجراح هيبقى prepare يعدى ويجهز نمبر 5 the decision to close the plastic factory القرار بتاعد غلق المصنع بتاع البلاستيك should not as a warning to factories that pollute the environment المفروض القرار ده نستغله يعني انه يخدمنا كتحذير للمصنع التانية اللي بتلوس البيئة يبقى هنا هتبقى serve لطربي نمبر 6 the hotel manager ordered the stuff المدير بتاع الفندق امر طاقم العمل to not the big hole ready for the conference in today's time هو قال لهم احنا عايزين نخلي الصلة كبيرة تبقى جهزة يبقى ايه يبقى get ready يعني يجعلها جاهزة او مستعدة لايه للمؤتمر خلال يومين نمبر 7 the hotel was surprisingly cheap الفندق ده يعني بصورة غريبة رخيص I expected it to be انا تعاكدت انه يبقى ايه طبعا more expensive واعزوا لك more expensive than that بس هو طبعا نحازف كلمة than لان المعنى معروف من غير كلمة than نمبر 8 the younger you are the not freedom you have خلي بالك younger يعني اصغر كلما كان سنك اصغر كلما كان عندك حرية اكتر يبقى more طبعا قبل ما تكبر وتتجوز يبقى عندك عمل وارتباطات ومسؤوليات ده المقصود بالكلام ده يعني نمبر 9 box A is bigger than صندوق A اكبر من صندوق B box C is bigger than box A والصندوق C اكبر من A this means معنى الكلام ده ايه طبعا معنى الكلام ده ان اصغر واحد فيهم او اكبر واحد فيهم هو اكبر واحد فيهم كده C طبعا مش جايب لي ان اكبر واحد C إنما جايب لي اصغر واحد B تمام يبقى هيا دير لتر أين تمام روبرت عمره ما بيكم بيك دايما في الوقت المناسب أو المحدد بتاعه ودايما كان بيوصل طبعا ليه ترزان بعدنا كلنا تمام إذن هو عمره أبدا ما بيك في وقته انا اعتقدت ان الامتحان ده هيكون صعب لكن اذا ما طلعش صعب بقى سهل لكن طلع اسهل امتحان انا شفت في حياتي خلي بقى كلمة ever وانا بتيجي في المقارنة ولا التفضيل بتيجي في التفضيل بقى the easiest لكن اللي بيجي في المقارنة كلمة never انا شفتها this one is الفيلم ده يعتبر ايه طبعا فيه تفضيل هنا يبقى the sadist تمام number thirteen your answer is not complete اجابتك مش كاملة but it's not than the other students answers لكنها طبعا ايه هي اجابتك مش كاملة بس اكثر صحة من اجابات الطلب الاخرين يبقى more correct تمام number fourteen carrots are good for you الجذر مفيد لك طبعا good for معناها مفيد cakes are bad for you الكيكة مضرة ليك this means معنى الكلام ده طبعا معنى الكلام ده ان carrots are better for you than cakes اذا كده الجذر افضل بالنسبة لك من الكيكة number fifteen do you walk not now than you live in a village do you walk ايه هل بقولك انت دلوقتي بتمشي كتير اكتر ما كنت عايش في القرية يبقى هنا walk more تمام يمشي اكتر ناخد بقى كده الكمبرهنشن القطعة نقرأ القطعة ونحل اسئلة عليها some people argue that the pressures on international sportsmen and sports women kill the essence of sport عايز اقولي هنا ان بعض الناس بتتجادل او بتتناقش حاول ان الضغوطات على الرياضيين الدوليين والرياضيات الدوليات طبعا ده بيقتل فيهم يبقى بيقتل جوهر الرياضة اللي هو طبعا مواصلة التمييز الشخصي بالنسبة لهم اللي هو الاطفال طبعا بيتجولوا وبيلعبوا بكورة للمرح لما يجبروا بقى يلعبوا لفريق المدرسة بيصبحهم اكتر تنافسية but they still enjoy blank لكنهم ما زالوا بيستمتعوا باللعبة however the individual representing his or her country can't afford to think about enjoying him or herself ع الرغم من ذلك ان طبعا ومع ذلك الاندفجول اللي هو الفردي لما يكون واحد فرض بيمس البلد لا يستطيع انه هو طبعا يفكر في المدع في الرياضة he has to think only هو فقط بيفكر في ايه about winning عن الفوز لانه بيمس البلد كاملة he or she is responsible for an entire nation's hope ده هو مسؤول او هي مسؤولة عن امل الامة بالكامل dreams احلامها and reputation وسمعة البلد كمان a good example is the football world cup مثل الموضوع ده كويس لو كأس العالم لقرة القدم football is the world's most important sport معروف ان القرة القدم اهم رياضة في العالم it's even more important now that the united states is seriously taking it up ده حتى اصبحت مهمة لدرجة ان طبعا امريكا الولايات المتحدة الامريكية خدت خطوات جادة نحو البدء في ممارسة الرياضة دي حتى اشتروا ميسي وبدأوا مي ينتوروا في الرياضة عندهم winning the world cup is perhaps the summit of international sporting success الفوز بكاس العالم ربما يكون هو ايبا قمة الايه النجاح الرياضي في العالم الدولي mention argentina and brazil لما تذكر اسم الارجنتينو البرازيل to someone and the chances are that he or she will think of football اول ما تقول الارجنتينو البرازيل هيفكر على طول في ايه في قرض القدم in a sense بمعنى winning in world cup puts argentina or brazil in on the man بمعنى تاني النفوز بكاس العالم وضع الارجنتينو البرازيل على الخريطة رغم ان ممكن ما يكونش لهم دور في المجتمع الدولي غير كده بس sports fan مشاجعين كرة القدم and supporters والدعمين لها get quite rational about the world cup طبعا هنا بيصبحهم يعني غير منطقيين بالنسبة لأيه لكاس العالم مفيش حيادية يعني people in England felt that their country was somehow important after they won in 1966 الناس طبعا في انجلترا بيشعروا طبعا ان بلدتهم يعني على نحو ماذا يقولهم اصبحت مهمة بعد الفوز بكاس العالم سنة 60 years ago thousands of scots بعد سنوات عديدة thousands of scots scots هنا هم الاسكنتلنديين الناس اللي في سكوتلندا اللي هي في شمال انجلترا هلاف الاسكنتلنديين sold their cars بعض سهرات بتاعتهم and even their houses حتى منازلهم and spent all their money traveling to Argentina where the finals were played عشان يسافروا من الارجنتين عشان يتفرجهم على النهائية بتاع كاس العالم عشان فريهم مهارتهم فقرة القدم their nation is in every way better than all others ان اصبحت امتهم او بلدهم بطريقة ما افضل من الاخرين not really مش بالزبط يعني او مش فعلا but it's nice to know that بس يشيء لطف انك تعرف you won انك فزت and that in one way at least your country is best وطبعا بطريقة او باخرى اصبحت بلدك لما انت فزت اصبحت الافضل number one according to the passage the united states وفقا للكطعة امريكا عملت ايه طبعا بدأت في الرياضة دي has begun to give much attention to football بدأت تدي اهتمام اكتر لقرط القدم number seventeen in the second paragraph في البراغراف التاني the underlying word summit means the كلمة summit معناها ايه طبعا معناها القمة يعني the highest point اعلى نقطة تمام number eighteen according to the passage وفقا للكطعة if a sportsman only thinks about winning he will لو الرجل الرياضي فكر فقط في الفوز يبقى هو ايه طبعا he lose enjoyment هيفقد المتعة زي ما قلنا لو بيمثل بلده مش هيفكر في المتعة بقى هيفكر في الفوز فقط number nineteen what is the author's attitude towards international games ايه رأيك به في اتجاه المؤلف تجاه الايه الالعاب الدولية طبعا هيبقى nations that win in international games prove best on the sports field at least الامم او الدول اللي بتفوز في المتعة الدولية بتثبت انها افضل في مجال الرياضة على الاقل number twenty winning an international game can make the country الفوز بمتعة دولية بيخلي البلد ايه طبعا بيخلي البلد famous يعني مشهورة number twenty one in order to attend the final matches عشان تحضر المتعة النهائي the scouts اللي سكتلندين عملوا ايه طبعا باعوا كل حاجة عندهم بيبقى sold their properties باعوا ممتلكة تم قلنا سيارات ومنازل number twenty two according to the passage وفقا للقطعة people think that their country is important when وفقا للقطعة الناس بتعتقد ان بلدهم مهمة امتى بقى طبعا when they take the wallet قبل لما طبعا ايه فايزوا بكاس العالم وان ارجنتينا and Brazil number twenty three the best title of the passage is how the best title to the passage افضل عن القطعة طبعا هيبقى how people think of sport رأي الناس في الرياضة ايه ناخد بعدك الترجمة البطالة مشكلة خطيرة جدا فهي لا تؤثر فقط على الافراد ولكن ايضا على نمو البلد حيث ان لها تأثير سلبيا على النمو الاقتصادي والاجتماعي وتساعد على انتشار الجريمة في المجتمع قلتلك وانت بتحل استبعد الاجابة الغلط وخلي بالك من الجرامر والسبيلينج والحاجة دي قلتلك برضو خلبك من كلمات المتشبهة في النوت ومتشبهة في السبيلينج والكلام ده كل number one Unemployment للبطالة As it reflects not only individuals ده هنا أقول لك هنا فهي لا تؤثر فقط مش ده هي impact مش reflect افكت sorry إذن هي كلمة reflecting غلط تمام وبيعتي جملة فهي عاش حاجة سيادة الغلط letter c Unemployment is a very serious problem as it affects not only individuals but also the growth of the country it has a positive impact هو هنا قال لي تأثير سلبي وليس إيجابي كلمة positive غلط لأن positive معناها إيجابي لكن قال لي negative letter d يقول لك برضو هنا it has a negative crash crash يعني تصادم إذن مش تنفع crash ده عايز أقول لك كلمة impact تأثير فبالتالي فعلا إجابتنا الصح هتبقى letter a تمام number 25 في الترجمة الثانية one must carefully weigh the positives and the negatives before engaging excessively in social media if used in the correct way social media can be a boon for mankind mankind البشرية والإنسانية نشوف أقول واحدة يجب على المرأة أن يقيص بعناية الإيجابيات وسل بإسنان مصر يقيص إيه المفروض هنا يجب على المرأة أن يوازن لأنه هنا بلقول لي ويوازن فكلمة يقيص هنا غلط يبقى داول واحدة طيب بعد كده letter b يجب على المرأة أن يتناول برضو قلنا يوازن مش يتناول نفس النقطة وحتى فخر الجملة يقول لك إيه يمكن أن تكون وسيلة التواصل الاجتماعي نقمة البشرية ده بقول لي نعمة نعمة يا نبون لكن النقمة ديت غلط letter c يجب على المرأة أن يوازن بعناية الإيجابيات والسلبيات قبل أن نخرج بشكل مفرد ويجيب لك في الآخر يقول لك نعمل باشا تمام دي صح letter d يجب على المرأة أن يعتبر بعناية الإيجابيات والسلبيات قبل الإبتعاد بشكل مفرد قبل الإبتعاد وليه أنك إيه هنا بيقول لك before engaging لا ده إبتعاد غلط يبقى كلمة الإبتعاد هنا غلط إذن إجابتنا الصحة تبقى إيه ده حتى في الآخر كمان قبل ما نسى يقول لك إيه يمكن أن تكون وسيل التواصل الاجتماعي تقدم البشرية لا غلط برضو يبقى إذن الإجابة الصحة تبقى فعلا letter c سوري letter c هي الإجابة الصحة بعد كده راية عن إيساي كتب مقال ما يتمنين كلمة عن إيه sports and their good impact on man's health الرياضة وتأثيرها الجيد على صحة الإنسان زي ما قلت لك فول فيديو جاب لك الهدية هدية موضوع كامل عن الموضوع ده مقدمة وموضوع وخاتمة جاب لك الموضوع كامل مترجم عشان نوفر عليك وقت في الترجمة الموضوع موجود في الرابط في الوصف أسفل فيديو وكمان موجود الموضوع الوحدة الأولانية عشان ما كنتش جهزته لسه وكمان هتلاقي الرابط بتاع WhatsApp الجروب المجاني موجود في الوصف أسفل فيديو احنا كده وصلنا لآخر حلقة النهار لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو لاني الاكبر ده عمليين عشان نستمر وشارك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته